من أمير حنروح لأهل مدينة نصر ومعنا زميلنا فاروق صلاح ومعاه لأستاذ محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهل من جديد كل التحية لك كابتن أيمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابع شاشة تقناة النادي الأهل في كل مكان مليون مبروك لكل جمهوري النادي الأهل بدأ ميدالية مستحقة وفوز مستحقة على فريق بالمراس يسعدنا أن يكون معنا في أسناء دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهل اللي كان حريص إنه هو يكون موجود هنا ففرع النادي أهلي مدينة ناصر مع الأعضاء يتابع ويشوف اللقاء دكتور مبروك ما تصعب لكن دايماً بيبقى رهن على شخصية لعبة النادي الأهلي في الأوقت الصعب مظبوط لا الحمد لله ربنا كريم وتوج مجهودات اللعيبة على خير بصراحة لعبه الثلاث مباريات برجولة وبروح النادي الأهلي وبقوة وده يعني خير ختام إنهما يستحقوا فعلاً المدالية برونزية ويعني الحمد لله شرفه النادي أهلي ومش النادي أهلي بس يعني مصر والقرى الأفريقية كمان بالإنجاز ده وإن شاء الله بإذن الله دايماً يكون فيه إنجازات أكبر من كده في المستقبل بإذن الله وهم يعني بحب أهنيهم وهني كل جمهور النادي الأهلي وأعضاء النادي أهلي وسعيد جداً أن أنا الحمد لله تفرجت على المواتش هنا النهاردة مع الأعضاء وكان أجواء جميلة والحمد لله يعني شايف إن حضرناك كنت حريص إنك موجود مع أعضاء النادي الأهلي إحساس الملعب مفتقدين وشايفين الجمهور شايفين أعداد يعني كسيفة من أعضاء النادي في مدية نصف والنحية التنظيمية والأمور التنظيمية أن نقول على أفضل ما يرام النادي لا دايماً الحمد لله هنا الإدارة التنفيذية في النادي دايماً يعني على أكمل وجه الحمد لله كل الترتيبات وكل التنظيمات والأعضاء المشاqua الله يعني موجودين كلهم النهاردة في النادي كله بيتفرج كله بيشجع الآل يعني حتى أطفال وكبار وسيدات وكله يعني الحمد لله وأحلى حاجة للفرحة الجمهور وأعضاء النادي الأهلي النهاردة شوفت رأكشناتك والإنفعلاتك مع صدات الشناوي عايستني لماذي للشناوي النهاردة وهي مصر كلها النهاردة بتشكر الشناوي لا الشناوي ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله ربنا أحميه وربنا أحفظه وهو بطل جوه الملعب وبرا الملعب بقائد فعلا بمعنى الكلمة قدر انه هو يقود الفريق الحمد لله لانجاز الكبير ده هو كل العيبة يعني كل العيبة صراحة انا كنت منفعل لان انا شايف ان احنا افضل طول الجيم وكنا احسن من اول الماتش وكان ممكن جدا نخلص الماتش في الشوت الاولاني فده الواحد تشد في ضربات الجزاء بس الحمد لله عشان ربنا عارف ان الفرقة فعلا تعبطوا انهم افضل فالتوفيق جيمنا عند ربنا الحمد لله شكرا يا دكتور وصلوا ب الف مليون سلامة وانجازات قادمة باذن الله للنادي الاه ان شاء الله مبروك علينا جميعا كابتن ايمن ده كان لقانا مع الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الاه يعني بنبارك لكل جمالي النادي الاه ببارك لكل ضيفنا وكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاه في كل مكان من جديد تعود الكلمة لك يا كابتن ايمن والضيفك الكرام